موسيقى مرحبا بكم مشاهدين الكرام في برنامج الاقتصاد في الصحافة على قناتكم الاقتصادية الأولى والذي نعرض فيه أهم الأخبار الاقتصادية التي تترقت إليها الصحف والصادر هذا اليوم نبدأ كالعادة جولتنا في معرضية الصحافة بجريدة الاقتصادية الأولى والتي تترقت إلى حجم المبادلات التجارية بين الجزائر والمملكة العربية السعودية والتي بلغت 407 مليون دولار فقط خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجارية حيث قالت أن وزير التجارة دعا إلى تطوير تلك المبادلات بما يعكس حقيقة العلاقات بين الجزائر والرياضة وذلك بمناسبة إنعقاد منتدى الأعمال الجزائرية السعودية وأشارت الصحيفة في موضوع آخر إلى بلوغ حجم المبادلات بين الجزائر وبريطانيا حجم ثلاثة ملايير جنيه أسترالية هذه السنة بنمو نسبةه بنسبة 40% حيث وكد السفير الجزائرية لدى المملكة المتحدة عصم الجزائر على بناء اقتصاد قوي حيوي مرن ومتنوع أما يومية الوطن من جهتها قالت أن تقلبات سوق اللحمية البيضاء تكاد تصيب مربي الدواج بأزمة عصبية حيث أن العديد منهم يبحثون عن طريقة للتعامل مع أوضاع السوق المتقلبة ويحافظون على النشاط الشعب وأوضحت أن المربين طلبوا بوضع خلايا قاعدية للنظر في انشغالاتهم ومشاكلهم خاصة بعد ارتفاع الأسعار وتأثيرات القرارات التي اتخذتها السلطات من أجل توفير اللحم البيضاء في السوق وبأسعار معقولة ومن بين تلك القرارات التي يراها المربون في غير صالحهم قرار استيراد اللحم البيضاء والذي يأتي بينما تقوم لجان تفتيش محلية بمعاينة المتجنات في سياق تحقيق حول أسباب الارتفاع المفاجئ لأسعار اللحم البيضاء جريدة والخبر من ناحيتها نشرت جزء من تقرير سنوية لبنك الجزائر حول حجم السيول النقدية المتداولة خارج الأطر للقنوات الرسمية وقالت 7400 مليار دينار جزائرية لا تزال متداولة خارج البنوك بعيدا عن سوق العملة الرسمية مشارة إلى ارتفاع حجم الكتلة النقدية خلال السنة الماضية بنسبة 14.47% مقارنة بالسنة 2021 ولفتت الصحيفة من خلال التقرير أن الكتلة النقدية انتقلت من 20.053 مليار دينار خلال عام 2021 لتبلغ حجم 22.955 مليار دينار جزائرية العام الماضي بينما عرف تداول العملة خارج دائرة البنوك بدوره زيادة وارتفاعا بنسبة 10.14% خلال الفترة ذاتها ليصل إلى 7400 مليار دينار يومية لسواغدالجيغي من ناحيتها كتبت عن هلاك عشرات الأشخاص جوعا في المملكة المغربية وقالت تحت عنوان الجوع يقتل في المغرب أن ما لا يقل عن 25 شخصا ضحايا الزلزال الذي ضرب البلاد في 8 سبتمبر الماضي لقوا مسرعهم بنسبة الجوع بسبب عفوان الجوع والبرد إذ تخلي السلطات عن نظام المخزن عنهم وفقدانهم لأبسط ضروريات الحياة وعدم التكفل بهم وأشارت الصحيفة أن موت المغاربة جوعا وبردا وقع في قرية مولاي إبراهيم بجهة الحوز وهي مركز الزلزال المدمر الذي تعرض له الإقليم وأضافت أن المجاعة صارت واقعا يوميا في قرى الأطلس الأعلى بالمغرب بسبب افتقار الناس للطعام والرعاية بوقت تصعب فيه المعيشة بتلك المناطق المحرومة خاصة مع بداية التقلبات الجوية وتساقط الثلوج على الأكواخ التي تأوى الضحايا الزلزال صحيفة الحياة من جهتها نشرت خبرا حول عرض وزير المالية العزيز فايد لمشروع قانون المالية لسنة 2024 أمام أعضاء المجلس الشعبي الوطني غدا وقالت إن المشروع تضمن بعض التدبير التي أمر بها رئيس الجمهورية خاصة ما يتعلق منها بتعزيز وحماية القدرة الشرائية للمواطنين وتدبير وإجراءات لدعم الاقتصاد الوطني ونقلت الصحيفة عن خبراء قولهم إن تحسين معيشة المواطنين ضمن أولويات رئيس الجمهورية الذي جعل من الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين خطا أحمر وأمر الحكومة بالعمل على حمايتها وتعزيزها أما جريدة الفجر التي نختم بها عرضنا للنهار اليوم قالت إن وزير التعليم العالي كمال بداري أعلن عن تخصيص ميزانية قدرها 2 مليار دينار لتمويل مشاريع البحث العلمية وأكد الوزير أن التجديد الصناعي والبحث في سبول تطوير يعتبر من أولويات القطاع حيث تم الرصد ميزانية قيمتها 200 مليار سنتيم لمشاريع البحث العلمية بالجامعات والمعاهد المختلفة ولفتت الصحيفة في سياق موضوعها إلى تصريح وزير الطاقة والمناجم محمد عرقهب الذي قال إن أكثر من 60 مشروعا للأبحاث العلمية تم اقتراحها من قبل مؤسسات قطاع الطاقة والمناجم بهذا نصل مشاهدين الكرام إلى ختام برنامج الاقتصاد في الصحافة لنهار اليوم والذي تناولنا فيه بعض القضايا الاقتصادية التي تناولتها الصحف والصادرة خذ الصباح متبع طيبة لبقية برامج قناتكم الاقتصادية الأولى في أمان الله اشتركوا في القناة